أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الثاني من تفسير سورة الشورى وقبل أن أبدأ به بهذا المجلس وشيره إلى الآية في المجلس السابق الآية العاشرة ويقول تعالى وَمَا اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أشار الشيخ بن سعدي رحمه الله حول هذه الآية إلى أمر أحب أن نلحقه بتفسير الآية العاشرة قال ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه فما اتفقنا عليه يكفي فيه اتفاق الأمة عليه لأنها معصومة من الخطأ ولا بد أن يكون اتفاقها موافقاً لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا واضح لمن تأمل الآية الكريمة من مفهومها أن اتفاق الأمة حجة قاطعة لأن الله ما أمر أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه أما ما اتفقنا عليه فيكفي فيه اتفاق الأمة لأنها معصومة من الخطأ كما قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له أن يخاصمون في دين الله من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فيه يعني من بعد ما أسلموا هؤلاء القوم حجتهم داحظة عند ربهم لا ثبات لها حجتهم داحظة عند ربهم لا ثبات لها كالشيء الذي يزول عن موضعه وعليهم غضب لأنهم جادلوا بالباطل غضب الله جل وعلا العظيم عليهم لأنهم جادلوا بالباطل والإنسان إذا كان يجادل بالباطل فلا شك أن الإثم عليه أشد وهذا الجدال منه أقبح ولهم عذاب شديد في الآخرة الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والمراد بالكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل عليه الصلاة والسلام وقيل إنه في القرآن خاصة الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق فهذا الكتاب العظيم وكتب الله جميعا كلها مجتمرة على الحق وعلى الصدق والميزان هل الميزان المراد به آلة الوزن أو المراد بالميزان العدل والإنصاف أولا ليتنا نستذكر الآيات التي فيها ذكر الميزان في القرآن خاصة الميزان الذي يتعلق بآية الشورى هذه الآية وأيضا في سورة الحديد الله سبحانه وتعالى قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وفي سورة الرحمن أيضا قال الله تعالى وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان هذا في الآخرة هو الوزن يومئذ الحق نعم وقال تعالى أيضا فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون إلى آخره لكن هنا وفي سورة المطففين أيضا قال تعالى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وأهلك الله أمة من الأمم وهم قوم شعيب بسبب أنهم يبخسون الميزان والمكيال وهذا سبق في سورة الأعراف وفي غيرها وفي سورة الشعراء هنا من المفسرين من قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الميزان في الآية هو آلة الوزن المعروفة هو آلة الوزن المعروفة ومنهم من قال الميزان هنا أنزل الميزان المراد به العدل والإنصاف المراد به العدل والإنصاف وهذا رجحه الشنقيطي وجماعة من أهل العلم أن المراد بقول تعالى الله الذي أنزل الكتاب حقه والميزان أن المراد بالميزان هنا العدل والإنصاف وقال بعضها للعلم الميزان في الآية هو آلة الوزن المعروفة وهو داخل في الأول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان يعني أيهما أعم أن نقول المراد بالميزان هنا العدل والإنصاف ولا نقول آلة الوزن أيهما أعم العدل والإنصاف ويدخل فيه الآلة المعروفة آلة الوزن ومن أهل العلم من قال المراد بآية الشورى هذه وآية الحديد العدل والإنصاف والمراد بآية الرحمن آلة الوزن وهذا قول جيد لأن الله سبحانه وتعالى قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان فيكون المراد بآية الرحمن هو آلة الوزن المعروفة والله أعلم بالآية في سورة الشورى وفي سورة الحديد هو العدل والإنصاف والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب أي شيء يدريك فلعل الساعة أن تكون قريب جداً لأن الساعة علمها عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلاه كما جاء في آيات متعددة وما يدريك لعل الساعة قريب فلا يدري أحد متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يستعجل المشركون بالساعة استهزاءً منهم وتكذيبًا بمجيئها والذين آمنوا مشفقون منها خائفون وجلون من مجيئها لأنهم لا يدرون على ما يكونون عليه والعبد لا يدري بما يختم له ويعلمون أنها الحق أي إنها آتها لا ريب فيها والذين قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهم يعلمون أن الساعة آتية وأن القيامة حق لا ريب فيه لكنهم لا يدرون متى تكون هذه الساعة ثم بيَّن جل وعلا ظلال الممارين في هذه الساعة فقال ألا إن الذين يمارون في الساعة يعني يخاصمون ويجادلون لفي شك ألا إن الذين يمارون في الساعة وهم في شك منها لفي ضلال بعيد فهم في بعد عن الحق لم يتفكروا في الموجبات والدلائل التي تدعوهم إلى الإيمان بها وهي مشاهدة معلومة لمن تفكر ونظر ولكن القوم صموا آذانهم وعيونهم وقلوبهم عن التفكر فيما خلق الله في السماوات وفي الأرض الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ربنا تبارك وتعالى من أسمائه اللطيف من أسمائه اللطيف ومعناه الذي يدرك السرائر والضمائر سبحانه وتعالى يوصل عباده المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون واللطف أنواع من ربنا تبارك وتعالى فمن لطف الله تعالى بعبده أن هداه للإيمان ومن لطفه أن بصره بالحق وجعل له عقلاً وجعله قلباً يميز به بين الحق والباطل ومن لطف الله تعالى بعبده أنه شرع له أنه خلق له فطرة في قلبه يدرك بها الضار من النافع والخير من الشر مع دلالات الوحي ومن لطف الله تعالى بعبده أن أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم ومن لطف الله تعالى بعبده أن شرع لعباده ما يعينهم على تحقيق عبوديته فشارع لهم الجمعة والأعياد وشارع لهم الاجتماع في الحج وشارع لهم الصلوات الخمس في المساجد ليقتدي بعضهم ببعض ولينافس بعضهم بعضاً في الدرجات العالية فهذا من لطفه تبارك وتعالى تصور لو أن الإنسان يؤمن يدخل في الإسلام ولكنه ما يرى أحد من المسلمين إلا نادراً ما فيه اجتماعات عامة لربما ما ينشط الإنسان للخير لكن لما شرع الله لنا مجالس العلم وحلق الذكر والجمع والأعياد وصلاة الجماعة وصلة الرحم والتعاون على البر والتقوى فهذا من لطفه تبارك وتعالى بعبده وأيضاً من لطف الله تبارك وتعالى بنا وبعباده المؤمنين أنه يصرف عن العبد كل سبب يحول بينه وبين الهداية أو يدخل عليه الشقاء أحياناً يزوي الله جل وعلا الدنيا عن العبد فلربما يتبرم بعض الناس لماذا وزوية عن الدنيا وينسى ما جاء في المسند إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين والإيمان إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين والإيمان فقد أحبه فيصرف الله جل وعلا كل سبب يحول بين العبد وبين طاعة الله وعبادة يصرف عنه أحياناً رياسة يصرف عنه المال لأنه قد يؤخره عن المراتب العالية أو يحرمهم من مراتب عالية في الجنة ولهذا قال بعد ذلك الله لطيف بعباده ومن لطفه سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين ويسر أمور عباده المؤمنين ويجيب دعوة الداعين ومن لطفه سبحانه وتعالى بعبده أنه لطف به وهو جنيم في بطن أمه ثم عطف عليه قلب الأم والأب إلى أن نشأ وهكذا يعني أنواع اللطف أنواع اللطف لا تحصى ولهذا أحياناً العبد يمرض فيريء الله عز وجل قدرته ثم يبدي لطفه لعبده فيشفيه وهكذا في أمور كثيرة في أحوال الأمم والأفراد والإنسان في نفسه وفي غيرها أيضاً الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ولهذا ذكر الله الرزق بعد ذلك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب هذه الآية الكريمة تشبه الآية في سورة سبحان في سورة الإسرة في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعي ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً وتشبه الآية التي في سورة هود في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لي معمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين عليه السلام في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد حرث الآخرة الحرث في اللغة هو الكسب يقال هو يحرث لعياله ويحترث يعني يكتسب ومنه سمي الرجل حارثاً ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام من الألهمة ومن الحراثة والمعنى من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة فإن الله جل وعلا يضاعف له ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ويزيده توفيقاً وإعانةً وتسديداً وتسهيلاً ومن كان يريد حرف الدنيا يريد بأعماله وكسب ثواب الدنيا ومتاع الدنيا فإن الله تعالى يعطيه ما يريد من الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يجده ليس لو في الآخرة من خلق والعياذ بالله قال قتاده إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا وقد جاء في السنن يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غناً وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك فلا تجد أحد كائناً من كان تكون مراقبة الله تعالى من باله تكون مراقبة الله نصب عينيه ومهتم بعبادة الله وأداء فرائض الله لا تكاد تجد هذا الصنف من الناس يشعر بعوز وفقر ومسكنة أبداً إما أن يصب الله تعالى رزقه وإما أن يجعل مع صب رزقه يجعل غناءه في قلبه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح ليس الغناء عن كثرة العرض وإنما الغناء غنى النفس وليس معنى هذا أن الإنسان لا يبذل الأسباب في المعاش لا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور لكن المراد أن الإنسان لا يتخطى الحدود الشرعية ولا يجعل الدنيا الدنية تتغلب على الهدف العظيم الأسمى الأكبر الذي خلق من أجله وهو عبادة الله تعالى وحده ولا الشركة ولهذا قال الله هنا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ثم قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم لما بين سبحانه وتعالى ما يجب بيانه في أمر الدنيا والآخرة أردفه ببيان ما هو الذنب العظيم الذي يوجب النار فقال أم لهم شركاء وهذا استفهام تقرير وتقريع والضمير يعود على هؤلاء الكفار أو إلى الشركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله من الشرك والمعاصي فمن ندب الناس إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعوا في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل وهي تأخير عذابهم حيث قال تعالى بل الساعة موعدهم لقضي بينهم في الدنيا فعوجلوا بالعقوبة ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وهم المشركون لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا فهم على وجل وخوف عظيم جدا مشفقين مما كسبوا ولما كان الشخص المشفق الخائف لا يدري عن الشيء هل يقع ولا ما يقع قال الله وهو واقع بهم أحياناً الشخص إذا كان مشفق إذا كان الشخص مشفقاً خائفاً من أمر من الأمور لا يدري هل يقع ولا ما يقع يبقى الاحتمال قائماً لكن الله سبحانه وتعالى أكد في هذه الآية الكريمة أنهم لا مناص لهم من العذاب فقال ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم جازم لألا يتطرق إلى ذهن السامع أو القارئ أنه ربما يقع العذاب بهم أو لا يقع فقال وهو واقع بهم لا محالة فهو نازل بهم العذاب ثم ذكر الصنف لما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين كما هي طريقة القرآن الكريم فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول لمعرفة حقيقته ذلك الذي يعني الإشارة هنا إلى الفضل الكبير ذلك هنا الإشارة إلى الفضل الكبير أي يبشرهم به ثم وصف العباد بقولها الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح قل يا محمد لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة جُعلاً ولا نفعاً قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة وقد جاء في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد عن طاووس قال سأل رجل بن عباس عن قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة فقال سعيد بن جبير قرابة محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس عجلتاً إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم قرابة فنزلت قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة يعني لا أسألكم على تبليغ الرسالة منفعة أو عاجل دنيوي أو شيء إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم فقط وذلك أن تكفوا أذاكم عني فإن لم يكن كف الأذى بسبب أني رسول الله ونبيه فعلى الأقل يكن كف الأذى لأني من أقاربكم وقد كانت العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الرحم ويرون للرحم والقرابة مكانة ومنزلة فالله تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة وهذه الآية الكريمة يعني يحاول أن يتعلق بها بعض أو يستدل بها أناس في غير دليلها ولهذا ذكر ابن قيم قال استدل شيعي على الوصية لأهل البيت بهذه الآية فأجيب بأن قيل هذه وصية بهم لا وصية إليهم فهي حجة على خلاف قول الشيعة لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يوصي بهم طبعاً آل البيت آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يجب حبهم وتوليهم والترضي عنهم لكن هنا استدل الشيعي بهذه الآية بالوصية لأهل البيت فكان الجواب أن هذه وصية لهم لا بهم فهذه وصية بهم هو قال استدل الشيعي على الوصية لأهل البيت بهذه الآية فأجيب وقيل هذه وصية بهم وليست وصية إليهم فهي حجة على خلاف قول الشيعة لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يوصي بهم فهنا أوصى بهم فقال قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرب ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور وقول هنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة أصل القرف الكسب والاكتساب الاقتراف والاكتساب يعني من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حسنة بمضاعفة ثوابها قيل المراد بهذه الحسنة هي المودة في القربة ولكن الأولى أن يحمل على العموم كل حسنة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني عمل صالح تدخل تحت هذه الآية إن الله غفور كثير المغفرة للمذنبين شكور كثير الشكر للمطيعين فالشكور هو الذي يقبل القليل من العمل ويضاعفه لصاحبه ويضاعفه لصاحبه إن الله غفور شكور ثم قال تبارك وتعالى أم يقولون أم هنا هي المنقطعة التي بمعنى أحسنت بمعنى بل أي بل أيقولون افترى محمد صلى الله عليه وسلم على الله كذبا بدعو النبوة وهذا إنكار توبيخ هذا إنكار توبيخ ومعنى افتراء الكذب اختلاقه أجاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الشبهة بقولهم فإن يشأ الله يختم على قلبك فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور هم الآن يقولون إن محمد عليه الصلاة والسلام كذب على الله وافترى على الله فقال الله إن يشأ الله يختم على قلبك وهنا الختم على القلب بمعنى أنه ينسى القرآن أنه لو فعل هذا لو كان الأمر كما تقولون إنه افترى على الله كذب كان الله سبحانه وتعالى ينسيه القرآن وينزل به نقمته كما قال تبارك وتعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فهذا رد عليهم وقد استدل العلماء على إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولسيمة يعني ممن استدل بهذا الأمر وأذكره كثيرا الشيخ الإسلام بن تيمية في الجواب الصحيح وابن القيم أيضا رحمهم الله بأن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ثم كثر أتباعه وواجه المعاندين له ومع ذلك رب العالمين يؤيده وينصره وأعطاه من الآيات أكثر من ألف آية ودليل من المعجزات والآيات فالله يؤيده وينصره ويعينه ويسدده ومع ذلك تقولون أنه كذب لو كان الأمر كذلك لما مكنه الله سبحانه وتعالى ولخذ له في بدر ولخذ له يوم فتح مكة ولخذ له في كذا ولما مكنه من جزيرة العرب ولما مكنه من رقاب أعدائه ولما قتل من صناديد قريش يوم بدر قريب السبعين أو سبعين أو يزيدون وأسر مثلهم فهذا دليل على أنه مرسل من الله تبارك وتعالى بالحق والهدى فإن يشأ الله يختم على قلبك أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل يمحو الله الباطل هذه جملة مستأنفة تقرر ما قبلها من نفي الافتراء يعني أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك هنا تم المعنى ثم تستأنف فتقول ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور فكما قال تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهذا هو أرجح الأقوال إن قوله تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك يعني إن يشأ الله ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي فهذا هو أرجح الأقوال في قول آخر رؤيا عن مجاهد أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك يعني يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على ذاهم حتى لا يشق عليك وهذا مختلف التنوع أو التضاد التضاد ما يمكن نقول بالقولين إلا على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى يربط على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام كما ذكر هذا في آيات متعددة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالله يربط على قلب رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وقال الله ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهذا من فضله وكرمه وجوده فهو سبحانه وتعالى التواب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب وعند الترمذي إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر والتوبة من الأعمال الصالحة ويجب على الإنسان أن يصبح تائباً وأن يمسي تائباً وقد ندب الله جل وعلا المؤمنين فقال وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفرحون فالتوبة عمل صالح ولا بد للإنسان أن يجدد توبته ليل نهار يجدد توبته وشرط التوبة عند العلماء الإقلاع عن الذنب والندم الثاني الندم على ما فات والثالث العزم على أن لا يعود والشرط الرابع إن كانت تتعلق بحقوق الآدميين فلا بد من إرجاعها إلى أصحابها والتائب إلى الله بمنزلة عظيمة ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولما كانت التوبة قد تكون لمصلحة مادية أو أمر دنيوي أو هدف معين قال الله بعد ذلك ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون فهو جل وعلا يعلم من الذي يتوب إليه صدقاً وحقاً يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً من الذي يتوب لهدف معين يولي إذا انقضى هذا الهدف وهذا الأمر قال ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون يعلم من كانت توبته صادقة إلى الله وحده ممن كانت توبته ليست كذلك وأيضاً ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد فهو سبحانه وتعالى يستجيب لعباده المؤمنين ويعطيهم ما طلبوه ومن ذلك أن التائب إذا دعا وتضرع وسأل الله محى الله جميع السيئات والخطايا كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدلوا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله يزيدهم على ما طلبوه منه أو على ما يستحقونه من الثواب تفضلاً منه جل جلاله فهم يشفعون في إخوانهم ويتبوؤون المنازل العالية في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم وجوده والكافرون مقابل المؤمنين هذا الكافر هؤلاء الكفار لهم عذاب شديد ثم قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لو وسع عليهم الرزق لبغوا في الأرض ولعصوا وبطروا النعمة وتكبروا فلذلك من حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل رزق أن يتفاوت العباد في الأرزاق انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل والله يقبض ويبسط فهو سبحانه وتعالى يوسع الرزق على بعض عباده لحكمة يعطيه لحكمة كما أنه يقبض الرزق عن بعض العباد لحكمة ابتلا وامتحان فهو لا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون لبغوا في الأرض كما قال تعالى يعني ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى ولكن ينزل بقدر ما يشاء أن ينزل من الرزق لعباده بتقدير على حسب مشيئته وما تقتضيه حكمته البالغة سبحانه وتعالى إنه بعباده خبير بأحوالهم وما يصلحهم بصير بهم من توسيع الرزق وتضييقه فيقدر لكل أحد ما يصلح حالا ويكفه عن البغي في الأرض ثم قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث وهو المطر وهو أنفع أنواع الرزق وأعم أنواع الرزق فائدة وأكثر أنواع الرزق مصلحة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا أي من بعد ما حصل عندهم اليأس من نزوله ولهذا قال رجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أصابنا القحط والجهد حتى كدنا النيأس قال أبشر جاء الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فالله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أن يريهم ضعفهم وهذا المطر النازل من السماء هو حياة للزروع حياة للأبدان حياة للناس ومعاشهم قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين يذكر أن الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله يقول ابنه كان أبي إذا أنزل الدلو في البئر وخرج ملآن قال الحمد لله يقول فقلت يا أبي على أي شيء تحمد الله رأيتك كلما أنزلت الدلو في البئر ثم متحت فرأيت الدلو ملآن بالماء قلت الحمد لله قال يا ابني أما سمعت الله يقول قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر فهم دقيق هذا المطر النازل من السماء إذا نزل أروى الأرض وأنبت الله به أنواعاً من النبتات وأزال الله به الأتربة والغبار عن الناس ثم نزل وصار في هذه الأرض يستخرجه العباد ويشربون منه ويحيون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون قل أرأيتم وقال جل وعلا فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى عجب ربك من قنوط عباده وقرب خيره وفي رواية قرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب كن فيكون كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله واقفاً مع سليمان بن عبد الملك في عرفة فجأة نظر إلى السماء فانتشر السحاب ثم رعدت ونزل المطر في الحال فقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز هذا الملك هذا الملك كن فيكون هذا الملك فتبارك الذي بيده الملك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدي نفسه ماذا تكسب غداً وما تدي نفسه بأي أرضاً تبوت إن الله عليم الخبير لا يدري متى يجئ المطر إلا الله وينشر رحمته وهو الولي وهو الولي الحميد ثم قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فهذه من الآيات العظيمة الدالة على خلقه سبحانه وتعالى وكمال قدرته والموجب لتوحيده خلق السماوات والأرض خلقهم على هذه الكيفية العجيبة كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما بث فيهما من دابة من هذا الخلق العجيب هذه البحار وهذه الأنهار هذه الجبال هذه الدواب هؤلاء الإنس والجن وهذه الأشجار هذه الأمور العجيبة وهو على حشرهم يوم القيامة على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فكل بلاء يصيب العبد وكل قحت إنما هو بذنوب العباد ورضي الله عن أسمى بنت أبي بكر كانت تخشى شؤم الذنب وبال المعصية فإذا أصابها الصداع وضعت يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفر الله أكثر وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنبي يصيبه أخذت هذا الأدب من قول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فكم للذنوب والمعاصي من الآثار السيئة على الهواء وعلى الأرض وعلى النبات وعلى نقص البركات ونقص الأرزاق وعلى الأجسام وعلى غيرها وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وهذه الآية الكريمة ويقول تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض تدل على أن على هوان الخلق على الله مهما تجبروا ومهما تكبروا فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء من أحوالهم بل هو على كل شيء قدير وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك تجمع لغير ربك تجمع ربك تجمع الضحية تجمع خفاق